مايكروسوفت دخلت سباق ألعاب الفيديو منذ أكثر من 19 عاماً بجهاز إكس بوكس الفكرة التي بدأت كمشروع بسيط ليتطور إلى واحدة من أكثر علامة التجارية ربحية في الصناعة بأكملها وخلال أربع جيال تغيرت فيها العديد من الأشياء شاهدنا ألعاباً وحصريات زادت من حدة منافسة وابتكارات وخدمات ممتازة صنعت الفارق لكن القوة دائماً ما كان العنوان الرئيسي لأجهزة مايكروسوفت والتي أصدرت آخرها في العام 2020 إكس بوكس سيريس إكس كيف كانت بداية إكس بوكس؟ العقبات والمشاكل التي كادت أن تخرج مايكروسوفت من المنافسة ومستقبل أجهزة إكس بوكس كل هذا وأكثر سنتحدث عنه في مئة حقيقة من حقائق إكس بوكس إكس بوكس هي العلامة التجارية لقسم إلعاب الفيديو المملوكة من الشركة العملاقة مايكروسوفت بدأت بالإصدار منذ العام 2001 في الجيل السادس من الإلعاب مروراً بالجيل السابع الثامن والتاسع مع آخر إصداراتها إكس بوكس سيريس إكس وإكس بوكس سيريس إس العلامة التجارية إكس بوكس تمثل على الألعاب والخدمات البث واللاعب عبر الإنترنت إكس بوكس لايف، إكس كلاود، جيم باس والإستوديوهات المطورة إكس بوكس جيم ستوديوز قبل إكس بوكس وجدت مايكروسوفت نجاحاً في نشر الألعاب الفيديو لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز فأصدرت عناوين ناجحة أمثال Flight Simulator و Age of Empires ومع ذلك فإن الشركة لم تتمق في سوق الأجهزة المنزلية لألعاب الفيديو والتي كانت تهيمن عليها سوني في ذلك الوقت بجهاز بلاي ستيشن شركة سوني كانت تعمل على بلاي ستيشن 2 الذي تم الإعلان عنه في الثاني من مارس لعام تسعة وتسعين وتهدف إلى أن يكون النظام بمثابة بوابة لجميع أنواع الترفيه المنزلي بل قتس رأى أن بلاي ستيشن 2 يمثل تهديداً للعب على الكمبيوتر الشخصي وأنه من الممكن أن يقضي على اهتمامات المستهلكين في أجهزة الكمبيوتر ويخرج مايكروسوفت من السوق خاصة ومع نمو صناعة ألعاب الفيديو السريع قرر قتس أن مايكروسوفت بحاجة إلى الدخول إلى سوق الألعاب المنزلية من أجل المنافسة مع السوني قبل الإعلان عن بلاي ستيشن 2 اتصل قتس مباشرة برأي ستنفيذي لشركة سوني نوبويوكي اي دي طالباً منه السماح لماكروسوفت بصناعة برامج للتطوير على الجهاز تماماً كما تفعل سيغا لجهاز دريمكاست بالسماح بالمطورين باستخدام ويندوز سي اي لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لقيام سوني بإنشاء برنامج تطوير حصري للمطورين فكرة إكس بوكس بدأت في العام 98 حينما توصل أربع أشخاص وهم كيفين باتشس، تيد هيز، أوتو بركس، وشيمس بلاكلي لتطوير جهاز باستخدام تقنية داريكت إكس وعرض الفكرة على رئيس التنفيذي لشركة ماكروسوفت بالكيتس والحسن الحظ وافق على اقتراحهم استغرق الأمر من ماكروسوفت أقل من عامين لإنتاج إكس بوكس كل شيء من البداية إلى النهاية حصل في غضون 20 شهراً هذا يعتبر سرعه مميزة بحيث أن مثل هذه الأفكار قد تحتاج لسنوات طويلة لكن ليس على ماكروسوفت من بين الأسماء المقترحة ليكون اسم الجهاز الجديد من ماكروسوفت هي ويندوز انترتيمنت بروجيكت ومن بين الأسماء التي تم بحثها أيضاً في إشارة إلى اعتماد النظام إلى داريكت إكس تم اختصار داريكت إكس بوكس بسرعة إلى إكس بوكس من خلال محادثة عبر البريد الإلكتروني وتم تفضيله في النهاية من قبل فريق التطوير على الرغم من أنه تم يلقاء عدد من المتغيرات الإملائية هذا لم يعجب قسم التسويق في ماكروسوفت فاخترحه X11 أو 11X كبدائل وضعت شركة اسم إكس بوكس في قائمة الأسماء المحتملة في استفداء المستهلك وثبت أن إكس بوكس هو الاسم الأكثر شهرة وبالتالي تم اختياره كاسم رسمي للمنتج واطلق على المشروع الاسم الرمزي ميدوي في إشارة إلى معركة ميدوي خلال الحرب العالمية الثانية التي هزمت فيها اليابان بشكل حاسم على يد القوات الأمريكية كتعبير على رغبة ماكروسوفت في تجاوز سوني في سوق الأجهزة المنزلية غيتس تحدث عن الجهاز عللاً لأول مرة في مقابلة في هواخر عام تسعة وتسين مشيراً أنه يريد أن يصبح النظام أفضل مكان لمطورية لألعاب المبدعين في العالم وتم علان الجهاز رسمياً من قبل غيتس في عرض تقديمي رئيسي في مؤتمر مطورية لألعاب جي دي سي في العاشر من مارس لعام الفين حيث تم عرض بناء نموذج أولي للنظام وسلسلة من العوض التوضيحية استعداداً لإطلاق النظام استحوذت مايكروسوفت على بنجي مقابل 30 مليون دولار ووضعت هيلو كومبات إيفوفت كعنوان إطلاق رئيسي لدفع مبيعات إكس بوكس في وقت إعلان جيتس كانت مبيعات سيجا دريم كاست تتضائل وكان جهاز بلاي ستيشن 2 مسيدراً على مبيعات اليابان جيتس أجرى محادثة مع رئيس سيجا الراحل إيساو أوكاوا حول إمكانية توفق إكس بوكس مع لعاب دريم كاست لكن تعثرت المفاوضات بسبب عمل خدمة سيجا نت عبر الإنترنت أخيراً تم الكشف الرسمي عن نسخة نهائية من إكس بوكس من قبل جيت بصحبة المصارع والممثل الشهير دوين دروك جونسون في CES لعام 2001 مايكروسوفت أعلنت عن تاريخ الإصدار وسعر الجهاز في E3 لعام 2001 مع الكشف عن معظم عنوين إطلاق إكس بوكس إكس بوكس صدر في أمريكا في الخامس عشر من نوفمبر لعام 2001 وفي اليابان في الثاني والعشر من فبراير لعام 2002 وربا في الرابع عشر من مارس لعام 2002 بسعر 300 دولار أمريكي أو ما يعادله أبرز ألعاب الإطلاق كانت كل هذه الألعاب الثلاث ستستمر في بيع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة إكس بوكس كان أول جهاز ألعاب تقدمه شركة أمريكية بعد توقفها تاري جاكوار عن المبيعات في العام 1996 إكس بوكس كان في منافسة مع جهاز سوني بلاي ستيشن 2 وسيجا دريم كاست الذي توقفت مبيعاته قبل طرح إكس بوكس للبيع والمنافسة الأخير نينتندو جيم كيوب بلاكلي ذكر أن استخدام تقنية الكمبيوتر كأساس للجهاز من شأنه أن يزيل الحواجز التكنولوجية لمعظم الأجهزة المنزلية مما يسمح المطوري للعام بالتوسع في إبداعاتهم دون الحاجة إلى القلق بشأن قيود الأجهزة إكس بوكس تميز كأول جهاز بقرص صلب مدمج وفقاً لشامس بلاكلي فأن السبب في اختيار اللون الأخضر لشعار إكس بوكس لأن المصمم هوروس لوك كان لديه فقط اللون الأخضر بعدما سرقت جميع الألوان الأخرى خدمة إكس بوكس لايف التي تم اطلاقها في نوفمبر لعام 2002 سمعت لللاعبين باللعب عبر الإنترنت ونافست كل من خدمات الإنترنت الخاصة بالدريم كاست وبلاي ستيشن 2 بالرغم من أن خدمات دريم كاست وبلاي ستيشن 2 كانت مجانية بينما تتطلب إكس بوكس لايف اشتراكاً إلا أن إكس بوكس لايف كان ناجحاً بسبب خوادم وميزات أفضل مثل قائمة الأصدقاء والعابة الهيلو 2 والتي تم إصدارها في نوفمبر لعام 2004 عن تصميم يد التحكم الخاصة بالجهاز طلبت مايكروسوفت من مورد سوني متسومي إلكتريك تصميم وحدة تحكم كدول شوك 2 من سوني لكن رفضت الشركة أدى ذلك إلى تصميم أداة التحكم الضخمة والتي كانت ثلاث أطعاف حجم وحدة تحكم سوني هذا التصميم لم يصدر مطلقاً في اليابان هذي تم إصدار وحدة أصغر حجماً باسم كنترولر S تعرضت وحدة التحكم للنقد لكونها ضخمة بالمقارنة بوحدات التحكم من الأجهزة الأخرى فحصلتها رقم قياسي من مسوعة جنس لأكبر وحدة تحكم وحصلتها للمرتبة ثانية كأسوأ وحدة تحكم في ألعاب الفيديو من قبل IGN تم إصدار كنترولر S لاحقاً في مناطق أخرى بناء على الطلب الشائع وبحلول عام 2002 استبدلت وحدة التحكم مع بقاء وحدة التحكم الأصلية الأكبر كملحق تمكنت مايكروسوفت من بيع 1.500.000 وحدة لجهاز إكسبوكس في فترة الإطلاق الرقم الذي يعتبر مميز للغاية خلال تلك الفترة حققت الشركة أرباحاً تقدر بـ 750.000.000 دولار لعبة هيلو كوبات إيفولفت ساهمت بشكل كبير بهذا النجاح بحيث باعت مليون نسخة قبل أبريل لعام 2002 في الأصل لم تعتقد مايكروسوفت أن هيلو ستحقق نجاحاً كبيراً على إكسبوكس وكان يعتقدون أن لعبة أدوورد من مانشز أوديسي ستكون الأنجاح بلاك ليظن أيضاً أن لعبة المنصات مالس ستكون أكثر نجاحاً بانجي نفسهم كانوا غير سعيدين لفكرة هيلو على إكسبوكس بل أرادوها على أجهزة ماك برغم أن إكسبوكس حصلها دعم شركات الطرف الثالث إلا أنه لم يستطع منافسة بلاي ستيشن 2 لعدة أسباب أولها أن المطورين لم يستفيدوا من قدرات الجهاز بشكل كامل وإختيارهم لإصدار الألعاب على الجهاز الأنجح بلاي ستيشن 2 إكسبوكس حصل على ترقيات في نسخ الألعاب مع الإضافات الحصرية لكنها لم تحقق الرسالة التي من شأنها تسويق الإكسبوكس لللاعبين أيضاً سوني تصدت لأجهزة إكسبوكس في فترة قصيرة من خلال تأمين حصريات موقتها للألعاب المرتقبة مثل سلسلة Grand Theft Auto و Metal Gear Solid كما هو الحلم عن ننتندو في سلسلة Resident Evil مايكروسوفت وجدت الدعم من سيجا التي أعلنت عن صفقات حصرية لـ 11 لعبة في توكيو جيم شو أمثال بانزر دراجون أورتا وجدت ست راديو فيوتشر والتي قبلت باستقبال قوي بين النقات وبين عامي 2002 و2003 سعادت العديد من الإصدارات البارزة جهاز إكسبوكس على كسب الزخم وتمييز نفسه عن بلاي ستيشن 2 مايكروسوفت قامت بشراء شركة رير المسؤولة عن العديد من الإلعاب ننتندو 64 الناجحة لتوسيع استديوهات الطرف الأول خدمة تيكس بوكس لايف حصلت على الإلعاب ميكا سولت وتوم كلانسيز غوستري كون وسرعان ما تبع ذلك العديد من العنوين الأكثر مبيعا والتي نالت استحسان النقات لجهزة إكسبوكس مثل توم كلانسيز سبلنترسل و ستار وورز نايتس оф دي وولد ريبوبليك أيضا تيكتو انتراكتف عدلتها الصفقة الحصرية مع سوني للسماح بنشر Grand Theft Auto 3 على إكسبوكس ولاحقا بالسماح بإطلاق إصدارات السلسلة على إكسبوكس بجنب إلى جنب مع بلاي ستيشن 2 بدلا من تأخيره لعدة أشهر شهد عام 2004 إطلاق ألعاب حصرية عالية الجودة أمثال فيبل ونينجا غايدن والتي كانت أمنها ملعاب الجهاز في وقت لاحق من ذلك العام تم إصدار هيلو 2 والتي أصبحت الإصدارة الأعلى ربحا في تاريخ الصناعة الترفيهية عيث تمكنت من تحقيق أكثر من 125 مليون دولار في يوم إصدارها وأصبحت لعبة إكسبوكس على أكثر مبيعا في جميع نحاء العالم بثمان ملايين نسخة أصبحت هيلو 2 إحدى أكثر ثلاث ألعاب جماهيرية لدى إكسبوكس لايف بعد ميكسولت وتوم كلانسيز ريمبو سيكس تري في ذلك العام عبرمت مايكروسوفت صفقة لجلب عنوين EA الشهيرة لدى إكسبوكس لايف لتعزيز شعبية خدمتهم بحلول عام 2005 بدأت مايكروسوفت بالتخفيف التدريجي من وطيرة إكسبوكس استعدادا لإصدار إكسبوكس 360 ألعاب مثل كاميو، إليمنتس أوف باور وبريفيكت داك زيرو تم تطويرها في الأصل لجهزة إكسبوكس فأصبحت عناوين إضلاق لإكسبوكس 360 تعقف إنتاج إكسبوكس في العام 2005 واستمر دعمه في اليابان حتى 2006، 2007 لأوروبا، 2009 لأمريكا الشمالية ودعم إكسبوكس لايف على الجهاز قد انتهى في 15 من أبريل لعام 2010 بلغ عدد إلعاب إكسبوكس الأول ألف ولعبة وكانت مادن أنفل ناين الصادرة في أغسطس لعام 2008 آخر لعبة صادرت على الجهاز على الرغم من المبيعات القوية في أمريكا الشمالية كافحت مايكروسوفت تتحقيق أرباح من إكسبوكس نظرا للإتفاع تكلفة التصنيع فمع سعر التجزئة المبدئية البالغ 299 دولار خسرت مايكروسوفت حوالي 125 دولار لكل نظام تم بيعه والتي تكلف تصنيعها بـ 425 دولار مما يعني أن الشركة ستذفر إلى الاعتماد على مبيعات الخدمات والألعاب لكسب الأموال تفاقمت هذه الخسائر في أبريل لعام 2002 عندما قامت مايكروسوفت بتخفيض سعر التجزئة لجهاز إكسبوكس إلى 199 دولار من أجل زيادة مبيعات الأجهزة كافحت مايكروسوفت أيضا للتنافس مع بلاي ستيشن 2 والذي شاهد أرقام مبيعات أعلى بكثير بشكل عام باع إكسبوكس مع مجموعة 24 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم 16 مليون منها تنبيعها في أمريكا الشمالية كانت هذه الأرقام أقل من الـ 50 مليون وحدة التي توقعتها مايكروسوفت وفيشلت في مضابقة مبيعات بلاي ستيشن 2 البالغة 106 مليون وحدة في ذلك الوقت على الرغم من أنها تجاوزت مبيعات GameCube و Dreamcast البالغة 21 مليون و 10 مليون و 600 ألف وحدة على التوالي في النهاية خسرت مايكروسوف تجمالياً ما قدره 4 مليار دولار من إكسبوكس وتمكنت فقط من جني الأرباح في نهاية عام 2004 قبل إطلاقه في اليابان في فبراير لعام 2002 قدر العديد من المحللين أن إكسبوكس يواجه مشاكل في التنافس مع بلاي ستيشن 2 و GameCube نظراءها المحليين في المنطقة مشيرين إلى سعرها المرتفع نسبياً ونقص الألعاب الحصرية وحجم الجهاز الكبير مايكروسوف كان تأمل في شحن 6 مليون وحدة إكسبوكس يابانية بحلول اليونيو لعام 2002 ومع ذلك قد باع النظام مجموعة 190 ألف وحدة فقط في المنطقة بحلول أبريل من ذلك العام بعد شهرين من إطلاق النظام وبالرغم من تخفيض سعر الجهاز للنصف التي بدأت فكرة ناجحة في البداية في نهاية الأمر تمكن إكسبوكس من بيع 450 ألف وحدة حتى نوفمبر لعام 2011 جهاز مايكروسوفت الثاني إكسبوكس 360 صدر في نوفمبر لعام 2005 لأمريكا الشمالية في أوروبا واليابان وبعدها لستة وثلاثين دولة كأول جهاز يحقق ذلك في ظرف عام قبل إكسبوكس 3 سيكس يتنافس إكسبوكس 360 مع بلاي ستيشن 3 وننتندو وي كجزء من الجيل السابع من أجهزة ألعاب الفيديو تم الكشف عن الجهاز رسميا على قناة MTV في الثاني عشر من مايو لعام 2005 مع الإعلان عن المعلومات انفصلة حول الإطلاق والألعاب في وقت لاحق من ذلك الشهر في معرض الترفيه الإلكتروني E3 لعام 2005 وصدرت منه ثلاثة أصدارات مختلفة الأصلي وسلم وإليت وعرف جهاز إكسبوكس 360 أثناء عملية التطوير بعدة أسماء نيكست إكسبوكس إكسبوكس إف اس إكسبوكس تو زينون وإكسبوكس نيكست في فبراير عام 2003 بدأت تخطيط لوجه المستخدم التي كانت تعتمد على وحدة المعالجة الرسمية زينون المصمم خصيصا لإكسبوكس 360 كان يرأسها نائب رئيس مايكروسوفت جي ألارت في ذلك الشعر أيضا نظم بيتر مور الرئيس السابق لشركة سيغا الأمريكية هي لمايكروسوفت بدأت عملية إنتاج الجهاز قبل 69 يوما فقط من أطلاقه ولم تكن مايكروسوفت قادرة على توفير أنظمة كافية لتلبية طلبات المستهلك في أوروبا وأمريكا الشمالية وبيعت بالكامل عن طرحها في جميع المناطق باستثناء اليابان بحلول نهاية العام تمكنت مايكروسوفت من شحن مليون وخمسمائة ألف وحدة تم اطلاق إكسبوكس 360 بأربعة عشر لعبة في أمريكا الشمالية وثلاثة عشر في أوروبا لعبة Call of Duty 2 الأكثر مبيعا لعام 2005 هي وخمسة ألعاب أخرى تمكنت من بيع أكثر من مليون نسخة في العام الأول ستة ألعاب متاحة لليابان منذ البداية في حين تم أصدار ألعاب موجهة خصيصا للمنطقة مثل Dead or Alive 4 و Enchanted Arms في الأسابيع التي عقبت أطلاق الجهاز وألعاب ك-99 Nights و Fantasy Star Universe في العام الأول لأكسبوكس 360 حصلت مايكروسوفت أيضا على دعم المطور الياباني Mist Walker الذي يأسسه مبتكر Final Fantasy Hironobu Sakaguchi وتم أصدار لعبتين Blue Dragon و Lost Odyssey جنبا للأجم مع Tales of Faspiria و Star Ocean The Last Hope أيضا من Bandai Namco وسكويرينيكس ومع هذا تعرضت الأجهزة الأولى من Xbox 360 لعدد من المشاكل الفنية قامت مايكروسوفت بتمديد ضمان الجهاز إلى ثلاث سنوات لمشاكل تعطل الأجهزة التي تحمل رسالة خطأ فشل عام في النظام كانت سببها الرئيسي مشاكل في تصميم النظام والتي سميت لاحقا بالاسم الشهير حلقة الموت الحمراء أو Red Ring of Death رئيس أكسبوكس في تلك الفترة روبي باخ اضطل الذهاب لستيف بالمر لجعل مايكروسوفت تدفع مليار و 150 مليون دولار لإصلاح الأجهزة أو تبديلها وتكلفة شركة الشحن باخ ذكر بأن غلطتهم أنهم فضلوا الشكل عن التصميم الهندسي على عكس إكسبوكس الأول الذي كان قبيحا لكن على حساب حرية التصميم هذا أجبر مايكروسوفت على صنع جهاز إكسبوكس 360 جديد أنحف عرف باسم إس مشكلة أخرى ظهرت بالوفق وهي خدش أقراص الإلعاب وهذا بسبب عدم وجود آلية لحماية القرص أثناء عمله هذا الأمر سبب ضجة إعلامية على إثرها دخلت مايكروسوفت المحاكم خاصة في أوروبا لعدم وجود سياسة واضحة في التعويض على عكس أمريكا الشمالية كينيكت الطرفية الشهيرة لدى مايكروسوفت كشفت لأول مرة في الأول من يونيو لعام 2009 في معرض الترفيه الإلكتروني تحت الاسم الرمزي بروجيكت ناتال بحيث تمكن هذه الطرفية المستخدمين من التحكم والتفاعل مع إكس بوكس 3 سيكسي بدون وحدة تحكم باستخدام الإيماءات والأوامر المنطوقة وغيرها وتم إصدارها في الرابع من نوفمبر لعام 2010 طرفية كينيكت باعت أكثر من 8 ملايين وحدة في أول 60 يوما هذا جعلها الجهاز الإلكتروني الأسرع مبيعا وفقا لموسوعة كينيس للأرقام القياسية وبحلول الأواء المارس لعام 2011 وصلت مبيعة الجهاز إلى 10 ملايين نسخة ينظر للمنتج على أنه مبتكر للغاية وقد فاز بالعديد من الجهاز بما في ذلك اختياره كأحد أفضل الاختراعات ذلك العام من مجلة تايمز ينسب نجاح طرفية كينيكت إلى حد كبير إلى دون ماتريك دون ماتريك انضم رسميا إلى مايكروسوفت كنائب رئيس أول يشرف على أجهزة إكس بوكس 3 سيكسي وألعاب الحاسب الشخصي وفي السنوات الست منذ ناشرف ماتريك على القسم نمت قاعدة إكس بوكس 3 سيكسي من 10 ملايين إلى أكثر من 76 مليون في جميع أنحاء العالم بينما زالت عضوية إكس بوكس لايف من 6 ملايين إلى أكثر من 48 مليون صنفت مجلة فورشون في أغسطس لعام 2011 دون ماتريك كأحد أذكال أشخاص في مجال التكنولوجيا في عام 2011 وفي مايو إلى عام 2012 تم اختيار دون ماتريك كأحد أفضل عشر أصحاب الرؤى التكنولوجية الرائعة على قناة CNN Money العديد من المواقع والنقاد أثنوا على إكس بوكس 3 سيكسي هاجين صنفته كسادس أفضل جهاز ألعاب فيديو على الإطلاق إيج صنفت إكس بوكس 3 سيكسي على أنه ثاني أفضل جهاز في الفترة ما بين 1993 إلى 2013 قائلة الجهاز لديه شبكة اجتماعية خاصة به ودردشة عبر الألعاب والألعاب مستقلة جديدة كل أسبوع ويمتلك أفضل نسخة من الألعاب متعددة للجهزة تيك ريدر اعتبرت الجهاز الأكثر تأثيرا للجيل السابع لرغم من أنه ليس الأكثر مبيعا بسبب ريادتها باستخدام الوساط الرقمية والألعاب عبر الإنترنت من خلال إكس بوكس لايف ومن خلال ابتكار وشعبية الإنجازات أو أتشيفمنتس كامرة تلتغاد الحركة كينكت تم استقبالها جيدا وسجلت رقمه قياسيا كأسرع جهاز إلكتروني مبيعا للمستهلكين في التاريخ وأطالت عمر الجهاز بالإضافة إلى الألعاب الحصرية كهيلو وغير زفور تمكن إكس بوك 360 من الحصول على أصدارات ألعاب تم تخطيط لها في البداية التي تكون حصرية على بلاي ستيشن 3 مثل ديفل ماي كراي برشوة فايتر فايف غراند ثفت أوتو فور فانل فانتسي ثرتين تيكن سيكس وميتر غير رايزنج وغيرها من الألعاب لكن ثلاث سنوات الأخيرة من عمر الجهاز اختلف كثيرا عن بدايته خاصة مع أصدار طرفية كينكت بحيث أصبح توجه مايكروسوفت للعبين الجدد والصغار السن والذي كان واضحا حتى في مؤتمرات E3 هذا التوجه كان مربحا للشركة لكن ليس على المدى البعيد إذ اختلفت رسالة عن بداية الجيل وأظر كثيرا انطلاقت جهازهم التالي وبالنسبة لليابان وفي حين تم بيع جهاز إكس بوكس الاصلي بشكل سيء حيث تم بيع 450 ألف وحدة فقط بحلول نوفمبر لعام 2011 إكس بوكس 360 كان تقريبا بنفس السوء حيث باع مليون وخمسمائة ألف وحدة من 2005 إلى 2011 بالرغم من تواجد الألعاب الممتازة والمحببة للجمهور الياباني كالوست أوديسي وفي عام 2010 صرح كريس لويس رئيس القسم الأوروبي أن 360 كان في منتصف الطريق وكينكت زاد من عمر الجهاز وسيستمر لخمس سنوات أخرى لكن خليفة 360 والذي يشار إليه باسم إكس بوكس 720 كان على قيد التطوير وفي وقت مبكر من مايو لعام 2011 مجموعة هذوات التطوير تحمل الاسم الرمزي دورانغو ويبدو أنها كانت متاحة للمدورين في منتصف عام 2012 عدد اللعب إكس بوكس 360 بلغت 2085 لعبة آخر لعبة رسمية تم إصدارها لنظام كانت جست دانس 2019 التي صدرت في أكتوبر لعام 2018 اللعبة الأكثر مبيعا على 360 هي كينكت أدفينتشرز بواقع 24 مليون نسخة وهي الحصرية الأكثر مبيعا تليها Grand Theft Auto 5 بقرابة 18 مليون نسخة ثم Halo 3 بواقع 14 مليون و 500 ألف نسخة والمركز الرابع Skyrim التي حققت 13 مليون و 700 ألف نسخة استمر إكس بوكس 360 لثمان سنوات كجهاز رئيسي وكان يعتبر أفضل جهاز أطلقته مايكروسوفت انتحدثنا عن أرقام المبيعات حيث تم بيع 86 مليون وحدة حتى 2017 وظل منتصرا لسنوات طويلة على المنافس الرئيسي بلايستيشن 3 قبل أن يقلب الأخير المعادلة بالعام 2016 أعلن شركة مايكروسوفت أنها إنتاج أجهزة إكس بوكس 360 في مايو العام 2013 مايكروسوفت أعلنت عن خليفة إكس بوكس 360 والجهاز الثالث من العائلة للجيل الثامن من الأجهزة إكس بوكس 1 يتنافس الجهاز بشكل أساسي مع بلايستيشن 4 ننتندو وي وننتندو سويتش تم اصنع الجهاز في أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية في نوفمبر لعام 2013 وفي اليابان والصين ودول أوروبية والشرق الأوسط في سبتمبر لعام 2014 بسعر 500 دولار أمريكي أو ما يعادله إكس بوكس 1 إس صدر في العام 2016 كنسخة معدلة وأصغر حجما من إكس بوكس 1 وبالعام 2017 صدر إكس بوكس 1 إكس كأقوى جهاز للجيل الثامن تم الكشف عن إكس بوكس 1 في مايو لعام 2013 مع استعراض بعض الخصائص وفي إثري لعام 2013 وضحت الصورة للعديد من اللاعبين والنقاط البعض امتدح شكل الجهاز وأداة التحكم وميزات الوسائط المتعددة والتنقل الصوتي عبر طرفية كينيكت 2.0 مع مكانية تسجيل الألعاب وعرض قنوات تلفزيونية ورسالة كل شيء في مكان واحد لكن مدر كشف والانتقادات انهالت على مايكروسوفت ودون ماتريك سياسة الاتصالة الدائم وعدم تشغيل الألعاب المستعملة والتعدي على الخصوصية وإدارة الحقوق الرقمية إضافة إلى الإلزام المستهلك بطرفية كينيكت وتصريح دون ماتريك في 3 هو ما زاد الطيم بالله هذا الأمر فتح الباب للمنافس المباشر سوني لتظهر مثل الفارس على حصان سوني وبكل تأكيد استقلت هذا الموقف بذكاء لقلب الموازين والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في اكتساح سوني للجيل الثامن جهاز أقوى بسعر أقل ألعاب جديدة ذات جودة عالية وصفقات مع شركات الطرف الثالث ورؤية واضحة منذ البداية وفي التاسع عشر من يونيو لنفس العام كتب ماتريك تحديثا على إكس بوكس واير لمعالجة ما تم إفساده وصرح أن الاتصال بالإنترنت لن يكون مطلوبا والسماح باستخدام الألعاب المستعملة هذه التغييرات قد جاءت على حساب معظم الميزات التي تم ترويج لها بشكل كبير باعتبارها فريدة ومبتكرة من قبل مايكروسوفت رد فعل اللاعبين ضد سياسات اكس بوكس وون في اي ثري أتت بأكلها بعدها بقليل ترك دون ماتريك منصبه تراجعت مايكروسوفت عن توصيل كينكت بجهاز اكس بوكس وون في جميع الأوقات وأصبح بإمكان المستخدمين تعطيل التعرف على صوت كينكت وتتبع الحركة ووقف استخدام بيانات كينكت للعلان بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بها حتى ان اكس بوكس وون لم يعد بحاجة لتوصيل كينكت للعمل عند الإطلاق على الرغم من ان الحزمة الأولى تضمنت كينكت أشارفل سبنسر في مقابلة في عام 2019 بأن نهج مايكروسوفت في ذلك الوقت لم يربك المستهلكين فقط بل أيضا موظفي مايكروسوفت وذاكر سبنسر أن العديد من الموظفين اشتكوا من العرض التقديمي وأن المنتج ليمثل روح اكس بوكس الذي يبحث عنه جمهور مايكروسوفت يوسف مهدي رئيس التسويق والاستراتيجية في اكس بوكس أوضح أن النظام قد تم إنشاؤه مع وضع التوزيع الرقمي في الاعتبار لكن مايكروسوفت أرادت الحفاظ على توفر الإلعاب الفيزيائية في محاولة تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلكين والصناع وأن قدرات التداول من المشاركة للمنصة أضافت مستوى من المرونة لم نشهده على منصات التوزيع الأخرى عبر الانترنت في ذلك الوقت فعل سبنسر ومنذ استلام زمام الأمور منذ العام 2014 حتى أصبح رئيس قسم اكس بوكس تحت إدارة ندلة مباشرة وعد بتغيير الكثير وهذا ما قام بفعله فريق اكس بوكس قدم خدمة التوافق المسبق والتي تسمح بلعب ألعاب الجيال السابقة على اكس بوكس وون سبنسر كان داعماً لفكرة اللعب بين المنصات وزيادة التركيز على علعاب الكمبيوتر ويطلق اكس بوكس أدابتيف كونترولر عدد ألعاب اكس بوكس 360 القابلة للعب على اكس بوكس وون بلغت 577 لعبة بينما تواجدت 42 لعبة من اكس بوكس الأصلي كل هذه الألعاب حصلت على تحديث تلقائي لتحسين الوضوح ورفع الأداء تم اطلق خدمة اكس بوكس جيم باس والتي تعتبر واحدة من أفضل الصفقات في تاريخ الصناعة خدمة شبيهة بنتفليكس بمئات الألعاب للتنزيل والبث بالسعر الرمزي جداً مع توفير جميع الألعاب الطرف الأول في يوم الإطلاق وإطلاق خدمة اكس كلاود التي تمكن من لعب الألعاب في أي مكان عبر الكمبيوتر أو الهواتف المتنقلة بدأت خدمة جيم باس في يونيو لعام 2017 وبلغ عدد المشتركين حتى سبتمبر لعام 2020 إلى 15 مليون مستخدم مايكروسوفت دخلت شراكة مع EA من عناوين EA المتاحة على إكس بوكس أو ويندوز لكن أكثر ما ضالبها اللاعبين من مايكروسوفت هي الألعاب شح الألعاب لدى إكس بوكس 1 من المقارنة مع أجهزة نينتندو وسوني كان واضحاً وبينما كان اللاعبين بانتظار صدور الألعاب جديدة حصلنا على إلغاء ألعاب مثل سكيل باوند وفابل لجنز وتم إغلاق ستاديو لونهيد ستاديوز مايكروسوفت استمعت لللاعبين وقامت بالاستحواذ العديد من الاستوديوهات الموهوبة لجلب الإلعاب لمنصات مايكروسوفت وغيم باس وأحدة من أهم عمليات الاستحواذ كانت لصالح موجانك المطورين وراء مينكرافت في أخر عام 2014 حيث انفقت مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي لشراء الاستوديو وفي العاشر من يونيون لعام 2018 خلال معرض E3 أعلنت شركة مايكروسوفت عن استحواذها على نينجا ثيوري بلاي جراوند جيمز أنديد لابس وكمبلشين جيمز فضلا عن استفتاح استيديو جديد في سانتا مونيكا بكاليفورنيا بعنوان The Initiative وفي نوفمبر لنفس العام مايكروسوفت تتمت المزيد من عمليات الاستحواذ لأوبسيديان انترتيمنت وإنزايل انترتيمنت وفي يونيو العام 2019 انضمت دابل فاين التي تأسسها تيم شيفرد إلى عائلة إكسبوكس جيم ستوديوز في الواحد والعشرين من سبتمبر لعام 2020 تم الأعلان أن مايكروسوفت تقامت الاستحواذ على زينيماكس ميديا وعائلة استوديوهاتها والتي تشمل بثيزدا جيم ستوديوز أركين ستوديو آي دي سوفتوير ماشين جيمز تانجو جيم ووركس والزينيماكس أونلاين ستوديوز مقابل أكثر من 7 مليار و 500 مليون دولار أمريكي وتنتهي عملية الاستحواذ في النصف الثاني من السنة المالية لعام 2021 لشركة مايكروسوفت ربما هذا تعتبر أكبر عملية استحواذ حاصلت في صناعة علعاب الفيديو زينيماكس تملك 8 استوديوهات تطوير وعدد استوديوهات مايكروسوفت قبل الاستحواذ كانت 15 مما يعني أن مايكروسوفت تملك الآن 23 استوديو ووصل عدد مستخدمي إكس بوكس لايف إلى 65 مليون مستخدم شهريا حتى حلول الرابع الرابع من عام 2019 كان الرقم يمثل زيادة بمقدار 25 مليون مستخدم عن العام 2016 وفي عام 2019 حققت صناعة الألعاب 152 مليار و 100 مليون دولار وفقاً لإحصاءات إكس بوكس زادت حصة سوق الإلعاب بنسبة 9.6% في عام 2019 Grand Theft Auto 5 تعتبر اللعبة الأكثر مبيعاً على إكس بوكس ون بمقدار 8 مليون و 720 ألف نسخة تليها لعبة بلاير أنونز باتل جرونز بمقدار 8 ملايين نسخة تأتي كلوف ديو تي بلاكوب ستري في المركز الثالث بمقدار 7 مليون 370 ألف نسخة ليس هناك رقم مؤكد لمبيعات إكس بوكس ون الكلية لكن عند التقارير تشير إلى أن الجهاز قد باع 52 مليون نسخة حتى عام 2020 وفي عام 2020 أعلنت مايكروسوفت أنها ستتوقف في تصنيع أجهزة إكس بوكس ون إكس وإكس بوكس ون إس الرقمية بينما ستستمر أجهزة إكس بوكس ون إس بالإصدار حتى إشعار آخر استمر الوضع كما هو عليه في اليابان بل حتى أصبح أسوأ يتشير التقارير إلى أن إكس بوكس ون بجميع أصداراته بالكاد تجاوز 100 ألف نسخة مايكروسوفت تنوي التغيير ودخول اليابان في محاولة أخرى مع أجهزة الجيل القادم وخدمة جيم باس والتي وفرت ألعاب محببة للجمهور الياباني كفاين الفانتسي وياكوزا الجيل الرابع من أجهزة مايكروسوفت منزلية إكس بوكس سريس إكس وسريس إس صدرت في العاشر من نوفمبر لعام 2020 هي من ضمن أجهزة الجيل التاسع من الألعاب بالتنافس مع بلاي ستيجن فايف ونينتندو سويتش سعر سريس إكس هو 499 دولار في العام 2018 وأكد في الاسبنسر أنهم كانوا متعمقين في تصميم وحدة تحكم إكس بوكس التالية في ذلك الوقت ظهر الاسم الرمزي سكارلت التي تتكون من طرازات مختلفة تحمل الرموز أناكوندا ولوك هارت الإعلان الرسمي الأول كان خلال مؤتمر E3 لعام 2019 تحت عنوان بروجيكت سكارلت بينما تملك كشف عن اسمه وتصميمه إكس بوكس سريس إكس خلال معرض حفل جوائز ألعاب السنة في ديسمبر لنفس العام وفي سبتمبر لعام 2020 كشفت مايكروسوفت النقاب عن الطراز المنخفض إكس بوكس سريس إس مايكروسوفت أعلنت الأولوية لأداء الأجهزة بما في ذلك الدعم عرض أعلى بدقة تصل إلى 8K جنب للجنب إلى معدلات الإطارات وتتبع على شععه واستخدام الأقراص الصلبة عالية السرعة SSD لتقليل أوقات التحميل ركزت مايكروسوفت على العديد من الميزات بما في ذلك التلقيات المجانية عبر مبادرات Smart Delivery واللعاب المحسنة لأجهزة سريس إكس والتوافق مع الإصدارات السابقة من ألعاب إكس بوكس واستعمال أدوات التحكم والملحقات السابقة وخدمة إكس بوكس جيم باس أشهد النقاط بأجهزة مايكروسوفت الجديدة على جودة الرسومات المحسنة وتقليل أوخات التحميل ودعم التوافق المسبق مع الإصدارات السابقة لكن نظرا لعدم وجود أي حصرية خاصة بعد تأجيل هيلو إنفنت لم يروا القوة الحقيقية للجهاز لكن تم اعتبار سريس إكس بشكل عام الوحدة الأفضل كقوة وسريس إكس جيل جديد في المتناول بسبب سعره يحسب لما كثف ريق التسويق المميز فبعد تسريب سريس إكس قاموا باستغلال الموقف لصالحهم وكشفوا عن المواصفات والسعر والموعد للأجهزة من خلال تويتر الأغرب صنعهم لثلاجة حقيقية تطابق شكل إكس بوكس سريس إكس بسبب تشبيه الجهاز بالثلاجة أو عندما رأينا الجهاز كلمة بخرة ردهم كان سريعا وذكيا من نفس الوقت إطلاق إكس بوكس سريس إكس وسريس إس كان الأضخم والأنجح والأكثر مبيعا بالمقارنة مع الأجهزة السابقة هذه المرة 37 دولة تأهبت لإطلاق الأجهزة بالمقارنة مع 13 دولة مع إكس بوكس وون نظرة مايكروسوفت للجيل الجديد ربما تكون أكثر من مجرد أرقام ومبيعات هي تريد أن يكون إكس بوكس في متناول الجميع كما قال رئيس مايكروسوفت الساتية نديلا بالعودة إلى الوراء نعمل على توسيع فرصتنا لتمكين ملياري لاعب حول العالم من اللعب أينما ومتى يريدون يمكن المشتركين بث الألعاب إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي واللعب مع ما يقارب 100 مليون لاعب على إكس بوكس لايف حول العالم مايكروسوفت تعتقد أن حرب الأجهزة المنزلية التقليدية أصبحت من الماضي وأن المنافسة تكون حول الخدمات السحابية مايكروسوفت لديها إكس كلاود جوجل بخدمة ستيديا وأمازون بدأت مؤخراً بلونا لكن يبدو أن على جوجل وأمازون القيام بالكثير حتى يتمكنوا من منافسة مايكروسوفت بسبب بعد أن يفصح مايكروسوفت عن عدد مبيعات إكس بوكس ون ليس هناك عدد دقيق للمبيعات الكلية لعائلة إكس بوكس لكن يمكن تقدير مبيعاتها بأكثر من 162 مليون نسخة عالمياً قبل إصدار إكس بوكس سيريس إكس وإكس بوكس سيريس إس أليت حال؟ هذا كانت مئة حقيقة من حقاق إكس بوكس إذا أعجب كل مقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضاً تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد شكراً لكم على المتابعة وحتى ذلك الهين أستعادكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة